أحبوبا كانت أفضلها أحبوبا سيكاتريس ومن المشاكل ومن المشاكل وإنما عدة مشاكل أحبوبا خرافة غاية للعلاج لأسمرار ونمشأ الجميع العيوب وصفة القهوة والخل المعجزة الربانية سترجعكم كل قشطة سترجعكم بيضة كاليوغورت كل حليب كما سنقولو ترجعي بيضة حليب فبزاف المساسبعات قالوا لي احنا كنعاني ومسواد احنا عريسات كلي كتقول لي عندي مناسبة معينة مش بشرط تكون عروسة واني كلي عند اغررها كده مناسبة معينة مع الفامي مع الحباب مع العائلة ستبغي شي حاجة اللي هي افكاش حاجة اللي هي زوينة ومسا رحت لا ملقاش لكم حسن هاد للمولاتي الوصفة دي القهوة والخل بالنسبة للخل معروف عليه التبييد وعلاج تسبوغات ونمشو الكلاف والسيكاتريس وكل شي كذلك البنات القهوة القهوة سريعة ستدوبا حتى ايه معروفة بالفوائد ديالها وبالمزايا ديالها لسيلات وعدوها لتحصى فانتمنى يا ربي انو هاد لغوستي تنال الاستحسان ديالكم وتنال الاعجاب ديالكم واهم حاجة عندي لبنات هو تجربوها وتقول لنا في التعليقات كيف اجزتكم هاد لغوستي واش عجباتكم او لمعجباتكم شانا لبنات رك رحب بجميع التعليقات بجميع السيفسارات بجميع التساؤلات اللي مرحبا بكم والف مليون مرحبة والغوستي ترى اخليتها لكم امامكم في البداية انتعاد الفيديو وانلي نبغي نقول لكم كذلك فالله ارحم بها الوليدين حبيباتي ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم عافاكم اللي بنات والله القسم الى محتاجين اندوك اللي لايك وهم اللي يزيدوش تشجعونا وهم اللي يزيدو خليونا نخدمو نشجعو نقلبوه على الجديد في المكان ونحطوه لكم سو ماشين فالله اردى عليكم ما تنسوناش من اللي لايك وكذلك حبيباتي تعليقات ديالكم ولو كلمات خير كلمة طيبة رحمة الوليدين ايموجي فالمهم البنات ما تنسوش تخليونا تعليقات ديالكم اللي لايك والاشتراك ديالكم سو ماشين مع تفعلكم نزيل الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد ويالله معي باش نتعرفو على المكونات ديال الوصفة مع الطريقة ديال تحتير ومع الطريقة ديالستخدام والاستعمال المهم اول حاجة لبنات عندنا فادل غوثات هذه واللي هي الخل والخل لبنات عندي هنا يدي المائدة الملون هذا هذا هو خل المائدة الملون هذا البنات هو اللي كنستخدم انا يديه ما وكجيبه الله تيسير كينفعني كيعالج تسبوغات كيعالج السيكاتخيس الحبوب يعني جميع المشاكل ما شاء الله كيعالجه متقبط له الناس اللي كيسونني في تعليقات كيقولوا لي احنا ما عندناش الخل العادي واش نديرو خل تفاح واش البنات ممكن ولكن انا اللي غنصحكم به هو هاد الخل هذا احسن اكتر كذلك يا حبيباتي غا تحتاجوا معي ان شاء الله القهوة انا البنات عندي قهوة سريعة ستدوبان عندي هاد نوعية ديالسته زوينة كنصح بها بشكل كبير خصوصا البنات اللي عندهم التسبوغات والكحولية والليطاش يعني هكذا يا كيبغوة تحت البيتان عندهم كحل كحل كاللي عندها زرق لانو البنات الكحولية والزرقية غرا ممكن ما تكونش معاك يعني كمسان قولوه زيادة وخلوق ولكن فاش كان بدوو ان نزولو الشعر دياله بالشفرة او بهذا يعني مطبيت الحال كي تكون سواد او تسبوغات او الكحولية هذه مسألة بينه واضحة كذلك يا حبيباتي غادي تحتاجوا معي ان شاء الله الى كمية من النشاء او ما يسمى بالذرة او المايزينة او هنالبنات عندي جوزة الانواع عندي هاد النوعية هاد المايزينة في هميا وسبعين غرام وكدر سبعا ديالدراهم عندي هاد النوعية هاد في هميا وثماني غرام وكدر ساديالدراهم هاد الندجة الى دياله كذلك يا حبيباتي غادي تحتاجوا معي ان شاء الله كمية من الحمصها هوايا عندي ديجافة البلاستيكة هادى مطحون واجد والليت مؤخرا لضيق الوقت كناخد الحاجات واجدين معند العطاء باش هكذا ماشي عاد غير نجي ونولي تاني نطحان وهدا غا ياخد لي بزفت الوقت فبتال لي الوقت كي يزيد فيها خصوصا يعني كنجي بليكم بزفت لي فيديو فننا يعني بزفت الهميزات فكي خصني كل شي كنواجد غير نجي ننساو بلا غوست نخلطها مزيان ومبعد نطبقها عليها نشوف الغزولتا وارجع لعندكم يعني هاد شي كل شي يخصني نديروه في اقل وقت فالمهم ببنات كيما قلنا الحمص هو هادا انشاء القهوة هنا كيما قلنا لبنات الخل دي المائدة الملون هو اللي كانت تستخدم وكذلك حبيباتي غا تحتاجوا معايا كمية من الأرز باودر ها هو يا لبنات ما تيختانيش ديما هو المساند الرسمي ديالي هو اللي كانت تستخدم هو اللي كان بختاج معاكم وسي سوغم عشان تنقول لكم رعزوين يعني مكون جبار جبار في تبيض هو سير من أسر الكوريات واليابانيات كيما كتشوفوا اليابانيات والكوريات البيض ديالهم ناسي والبيض ديالهم را معاروف وبين واضح فمتابه الحال خصني شي حاجة لي يزوينا شي حاجة لي ايفيكاس شي حاجة لي اياه بدون مناقشة وبدون تشي حاجة المهم قلنا الروز قلنا نشاء قلنا الحمص قلنا القهوة قلنا الخل وكذلك يا حبيباتي ستحتاجوا معي الباودر ديال الأطفال بنسبة لبنك اللي يقولوا لي في تعليقات عافك احنا رأى عرأي سيد الله يسهل عليكم بعدها من هذا الفيديو هذا ولا من هذا المنبر الله يسهل عليكم مصعب الله يستر لكم أموركم الله يفرحكم يا ربي لأنه كان بعض البنات يقولوا لي عافك ما دعي معانا عافك ما خلي لنا يعني دعوات ديالك رافغاموا الدعوات الكثيرة ولا الدعوات اللي كتكون من القلب الحمد لله كتوصلنا فالله يسهل عليكم مسعب والله يستر لكم أمركم المهم كما قلنا حبيباتي اغنحتاجوا كمية من الطلق هذا ديال الوليدة الصغار ديالي باي باي وهذا ديال ما نستخدموه لما عندكش او لما بغتيش هالطلق ديال خمسة درام ديال جونسن سينون ديال اي ماركة بغيتي مهم هذا المسألة كتبقى دوقية واختيارية لكلة وحدة المهم قلنا القهوة الحمص نشار روز الخل والباودر للأطفال المهم على بركتي اللي ندازل طريقة تحضير اول حاجة حبيباتي غدت اخذ معي كمية ديال القهوة هنالبنا بدرت غيم علقة غيم علقة الله يجعل البركة غادي نخلطها مع الخل هنتو ماذيك الخل يدوب مع ذيك القهوة لانه لماذا تشلينا القهوة ما غاديش الوصفات نجح معنا خس القهوة الدوب لانه الوصفة ديال اليوم ماشي بغيناها جوماج ولا بغيناها مقشر وانما بغيناها وصفة عادية فدبا البنات غادي نزيدوا كمية من من الروز ونضفت تقريبا الكمية كاملة اللي عندي لانني الروز كان عشقه بزاف البنات نزيدوا كمية من الخل البنات غادي نضيفوه انشا ماهي زينه وماهي زينه وماهي زينه نضيف كمية من الحمص نضيف كمية من الحمص نضيف كمية من الحمص نضيف كمية من الحمص سوف نضيف الخلق اضيفه الضلج يضيفه و يضيفه في نفس الوقت و يضيفه و يضيفه يضيفه و يضيفه هذا القوام الوصفه ثم تطبيقها على لوكور ثم تطبيقها على لوكور ثم تطبيقها على لوكور ثم تغسلها ثم تطبيقها على نفسها ثم تطبيقها نقوم بتطبيقها تطبيقها تطبيق الوصفة تطبيق الوصفة تطبيق الوصفة سهلة بمكونات اقتصادية وكذلك يجب أن تخطط الوصفة تحضر ان تصدق اقتصادية وكذلك يجب أن تحضر مناسبة مع القونات وتقدم الوصفة والمراهقات وكذلك تقرأ وكذلك يجب ان تقوم بمحدود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة